الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي التقى عدد من مقاتلي قوات المظلط وده في إطار اللقاءات الدورية اللي بتقوم بيها القيادة العامة للقوات المسلحة لتوحيد المفاهيم تجاه مختلف القضايا والموضوعات قال الفريق أول محمد زكي أن القوات المسلحة هي الحصد المنيع اللي بيحافظ على الدولة المصرية وتماسكها في مواجهة كافة التحديات داخليا وخارجيا التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعدد من مقاتل قوات المظلط وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة لتوحيد المفاهيم تجاه مختلف القضايا والموضوعات وبدأ اللقاء بكلمة اللواء أركان حرب عاطف إبراهيم ماضي قائد قوات المظلط أكد خلالها على الدعم المستمر الذي تقدمه القيادة العامة للقوات المسلحة لرجال المظلط مؤكدا أن رجال المظلط سيظلون دائما في أعلى درجات اليقظات والجاهزية لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم ونقل القائد العام للقوات المسلحة خلال اللقاء تحيات وتقدير السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال المظلط وهنأهم بحلول شهر رمضان المعظم مشيدا بما يقدمه رجال المظلات من تطحيات وتنفيذهم لمهامهم بكفاءة واقتدار كما استعرض الفريق اول محمد زكي تطورات الاوضاع بالمنطقة وانعكاساتها في شتى المجالات مشيرا الى ان القوات المسلحة قد حققت طفرة غير مسبوقة في تطوير اساليب التدريب القتالي وانها ستظل دائما تعمل وفق عقيدة ايمانية راسخة تعلي مصلحة الوطن فوق اي اعتبار مضيفا ان القوات المسلحة هي الحسن المنيع الذي يحافظ على الدولة المصرية وتماسكها في مواجهة كافة التحديات داخليا وخارجيا واضار القائد العام حوارا مع مقاتل قوات المظلات تناول خلاله التحديات المطروحة على الساحات المحلية والاقليمية والدولية كما استمع لارائهم واستفساراتهم حول مختلف القضايا مشيدا بما لمسه من فهم واع وادراك تام لمختلف القضايا والموضوعات حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة ودلوقتي خلينا نتابع مع بعض اهم الاخبار اللي حصلت ام بارح والتوجيهات الرئاسية للحكومة بالعمل على تسير اجراءات التمويل العقاري بالاضافة لموافقة الحكومة ام بارح في اجتمعها الاسبوعي على عشر قرارات جديدة في مجموعة من الاخبار المهمة اللي حصلت ام بارح منها تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بانه هيعمل اجتماع عاجل مع كبار مصنع الحديد والاسمنت لمناقشة ما تشهده الاسواق المحلية من ارتفاعات في الاسعار الاجتماع هيكون بحضور رئيس جهاز حماية المستهلك الدكتور مدبولي قال في اجتماع الحكومة الاسبوعي ام بارح ان فيه توجيهات من الرئيس بالعمل على تأسير اجراءات التمويل العقاري من اجل سرعة تسويق الوحدات السكنية اللي بتنفذها الدولة والقطاع الخاص ام بارح مجلس الوزراء وافق على عشر قرارات في اجتماع الحكومة الاسبوعي منها تشكيل واختصاصات الجهاز القومي لتنظيم الاعلانات على الطرق وتعديل بعض احكام قانون الضريبة على الدخل واعفاء عشرين الف طن دواج مجمدة من الضرائب الجمركية وانشاء منطقة حرة خاصة لشركة المجموعة المصرية للمحطات ام بارح كمان شهد الدكتور مصطفى مدبولي مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لدعم ومسندة الشركات الناشئة في مصر ام بارح برضو نفى المركز الاعلامي لمجلس الوزراء الاخبار اللي ترددت حول رفع الغياب عن طلاب المدارس خلال شهر رمضان وقال انه ما فيش اي قرارات صدرت من وزارة التربية والتعليم بهذا الشأن واكد انه في انتظام في جميع المدارس على مستوى الجمهورية خلال شهر رمضان وبيتم تسجيل الحضور والغياب كل يوم وهيكون فيه اجراءات ضد الطلاب غير الملتزمين بالحضور داخل المدارس